إلى صحيفة تعربي بوست يريدون اغتيال بوتن لافروف ينتقد تصريحات مسؤولين في البينتاجون بتوجيه ضربة قاتلة للكريملين انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التصريحات الصادرة عن أشخاص وصفهم بمجهولي الهوية من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن توجيه ضربة قاتلة للكريملين وقال إنها تهديد بمحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتن لافروف أوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية تاس أن واشنطن تتقدم على الآخرين حيث لوح مسؤولون مجهول الهوية من البينتاجون بتهديدات تتعلق بتوجيه ضربة قاتلة ضد للكريملين ما وصفه بأنه في الواقع هو تهديد بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي كما ضاف وزير الخارجية الروسي أنه إذا فكر شخص ما حقيقة هذا الأمر يرفع عليه أن يفكر بشكل أفضل في العواقب المحتملة لهذا النوع من الخطط بينما لفت لافروف إلى الرسائل الغربية فيما يتعلق باستخدام السلاح النووي قائلا إن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليستراس هي أحد الأمثل الحية إذ قالت صراحة أمام الجميع خلال حملتها الانتخابية أنها مستعدة لإعطاء أوامر بتنفيذ ضربة نووية فيما ضاف لافروف لا أذكر هنا استفزازات نظام كييف المفرطة مضيفا أن الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي تمكن من إقناع دول حلف شمال الأطلسي الناتو بتوجيه ضربات نووية وقائية ضد روسيا واصفا ذلك بأنه يفوق الحدود ترجمة نانسي قنقر